زمن المواربة أو ما بات يصفه البعض بالتقية السياسية انتهى فاللعيب أصبح على المكشوف وأحجار الشطرنج على رقعة الشرق الأوسط باتت تتحرك وفق مصالح اللاعب فقط لا غير على الأقل هذا ما فهمه المحللون السياسيون من تصريحات المسؤولين وعلى ما يبدو فإن إيران سباق في تلك التصريحات عضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران رحيم بور أزجدي مثالا حيا على ما أصبح يقال في العلن فالرجل أعلن خضوع خمس دول للمرشد الإيراني علي خامنئي بحسب وصفه وفي تفاصيل كلامه يضيف بأن بلاده تتعمد التدخل في البلدان الصديقة لأمريكا في المنطقة بهدف إسقاط الأنظمة الحاكمة في تلك البلدان وقيام بديل عنها يكون تحت السيطرة الإيرانية بالكامل كما حصل في البلدان الخمس وعلى ما يبدو فإنه يقصد لبنان وسوريا والعراق واليمن وبالتالي فإن أزجدي يجد أن الوقت المناسب آن أوانه لإعلان الإمبراطورية الفارسية في المنطقة التي تريدها طهران وتعمل عليها قولا وفعلا وتريد من بغداد عاصمة لها كما قال صديقه علي يونسي مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني في وقت سابق لربما هذا السعي إذا ما وضع في ميزان تحليل أرض الواقع نجح في مكان ما بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية فالصحيفة أكدت زرع طهران ميليشيات تابعة لها في بلدان عدة لخدمة مصالحها وأول تلك المصالح إقامة ممر أرضي من إيران إلى البحر المتوسط عبر العراق وسوريا ولبنان من أجل تسهيل نقل هذه الأسلحة وضمان مصالحها الحق يقال إن زرع إيران أتى أكله في مكان ما هذا رئيس الحكومة في بغداد حيدر لعبادي يرفض أي خطوة دولية لتهديد المصالح الإيرانية بما فيها استخدام الأراضي العراقية لتوجيه ضربة عسكرية لطهران وها هي ميليشيات الحجد تنفذ الأجندة الإيرانية في العراق من دون تردد وما ميليشيات الحوثي وحزب الله اللبناني والنظام السوري عن ذلك ببعيد